موسيقى السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلما نواصل الحديث حول الفكر الغربي أو المد الغربي الذي يريد القضاء على العالم الإسلامي الذي يعتبر هو الخطر الوحيد عليه هذا في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية لأن الغرب نصب روحه وصي على كل الإنسانية اعتبر أن وجود العالم الإسلامي خطر على كل الإنسانية وشوفنا القصة اللي اذكرناها في الفيديو السابق وفي هذه الفيديو بش نواصل الحديث حول هذا الفكر الغربي والسبل الذي يستعملها للقضاء على العالم الإسلامي قبل أن أبدأ هذه الفيديو واللي بديتها بالصوت والصورة لكي أعيد التعازي إلى عائلة جون برو وإلى الأسرة التنويرية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفي نفس الوقت لكي أضع الربط تحت هذه الفيديو لكل إنسان حر مهما كان إنساني أن يتبرع ولو حتى بدولار واحد لأسرة جون برو لكي يتم دفنه بسلامه هذه معنات النقطة جدا مهمة جون برو كان مخلص للقضية إلى آخر لحظة ولم يرتمي في أحضان أي جهة أجنبية عندها عداوة شخصية مع الإسلام وبقى مخلص ونتذكر أنا تكلمت معاه عندي فترة وحكينا في هذا الموضوع وقال لي أنا مانيش مستعد أن أتعامل مع أي جهة وبش نبقى مخلص الوطني والأهلي حتى إن كان ذلك على حسابي الشخصي كان جون برو يخدم أكثر من لازم بش يوفر العيش العيلته من جهة ومن جهة أخرى بش يوفر الوقت بش يعمل الفيديوات متاعه العبرة اللي نستخلصها من جون برو هي نقطتين النقطة الأولى من يقدم عمل إيجابي إلى شعبه وإلى وطنه سوف يذكره التاريخ وسوف لن يموت هذه نقطة مهمة أما النقطة الثانية الإخلاص للوطن والشعب والأهل والأحبة هي نقطة جدا مهمة القول إن عدو عدوي صديقي هذه فكرة غالطة وتعطينا تبريرات بش نتعاملوا مع جهات أجنبية عندها مصالح شخصية ومننساوي اللي أحنا المشكلة بتاعنا هي مشكلتنا أحنا وأحنا بش نحلوها التنويريين المخلصين الكل اللي نحييهم يعني في هذه الفيديو وفي كل فيديو واللي نجم نسميهم بالواحد بالواحد اللي هما مازالوا مواصلين على الطريق رغم الصعوبات رغم المنع رغم التعتيم رغم المشاكل المادية اللي يعيشوها رغم كل شي هما ميمدوش يدهم لأي جهة مهما كانت عندها مصلحة في القضاء على الإسلام وأحنا الإسلام معناش معاه مشكلة شخصية وإنما عندنا مشكلة مع عقليات هذه هي المشكلة بتاعنا هي مشكلة شخصية وتخصتنا أحنا فقط طبعا أنا هذه الفيديو يعني بديتها بالصوت والصورة بش نقول هذه الكلمة ونواصل الحديث حول الغرب والمشكلة بتاعي كما قلت ونعاود نقول مع الغرب إنه ينصب روحه ولي على كل البشرية وهذا ليس من حق الغرب لأن كل الشعوب هي مسؤولة عن نفسها وكل الشعوب يجب أن تقف بالتساوي من أجل إنسانية عادلة ومن أجل احترام الإنسان كإنسان ما تنصبش روحك ولي علي وما تنصبش روحي ولي عليك ليس هناك شعب أفضل من شعب ولا إنسان أفضل من إنسان المهم هو الإنسانية المهم هو الاحترام المهم هو أن نحط يدينا في دين بعضنا بكل ثيقة وبكل حب من أجل مصلحتنا جميعا إذن هذه هي الكلمة اللي حابيت نقولها ونواصل الفيديو هذا حول الغرب من يتصور إن الغرب أو الفكر الغربي هو إنجاز غربي بحث فهو مع الأسف جاهل كليا بالتاريخ الغرب مثله مثل أي قوة ظهرت فوق هذه الأرض أي قوة تقوم بسرقة كل الإنجازات البشرية وتطورها وتنظمها وتجعلها عصرية تنسبها لنفسها وتطرح نفسها وصية على كل الإنسانية ويجب على كل العالم أن يتبحها هذه المهزلة التي وقعت للبشرية منذ أكثر من 3000 سنة كما قاعدين نتكلم في تاريخ المعتقد والأديان ما زالت متواصلة إلى اليوم وآخر هذه القوة الإمبريالية المتكبرة المتعجرفة هي الحضارة الغربية ومن حسن الحظ أن هذه الحضارة الغربية وجدت وقامت على حضارة يمكن أن نقول كانت قبلها هي الحضارة الإسلامية التي بدورها سرقت كل الشعوب وسرقت كل البشرية ونسبته لنفسها يمكن أن نقول حضارة ويمكن أن نقول قوة أحسن القوة هو تحديث لكل التراث البشري القديم وجعله عصري والابتعاد عن التقليد أي عبارة على عصرنا ودراسة دقيقة للتاريخ والإنجازات البشرية واستعمالها في الطريق الصحيح والابتعاد عن الأخطاء أي عبارة على بحث للتراث الإنساني والخروج بخلاصة يمكن تنفع الإنسانية في الحاضر وفي المستقبل هذه هي التي نطلق عليها حضارة أو قوة تحكم العالم منذ أكثر من 3000 سنة فما قوتين يحاولوا بشي سيطروا على العالم كما قلت في فيديواتي حول تاريخ الأديان والمعتقد ما يسمى بالقوة الشرقية والقوة الغربية وما أن تطلع واحدة وتأخذ الريادة إلا تجد الطرف المقابل يريد القضاء عليها بكل الترق وهذا يتواصل إلى اليوم لهذا عندما كانت القوة في يد الإمبراطورية العثمانية عمل الغرب على تكسيرها والسيطرة عليها وأخذ الريادة وقد نجح في هذا وهو كان على أتم المعرفة أنه ولو حتى أنه نجح في السيطرة عليها سوف تبقى دائما تشكل خطر عليه لأنه استفاد من التاريخ الطويل أن كل قوة تظهر في الغرب تظهر قوة أخرى في الشرق ضدها وكل قوة تظهر في الشرق تظهر قوة أخرى في الغرب ضدها إذن اقرأ كل حساباته بش يقضي عليها كليا بش هو يحكم العالم كله وطبعا عبر التاريخ نقطة الوسط وقلب العالم هي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولهذا كان تركيز الغرب على هذين المنطقتين لكي يسيطر عليهم كليا لأنه يعلم من سيطر على هذه المنطقة سيطر على العالم كله لهذا كان هم الغرب هو دراسة هذه المنطقة دراسة تاريخية ودراسة واقعية وعلمية واستخراج الدروس والعبر الذي سوف يستعملها لبناء قوته لمواجهة ما يسمى بالقوة الشرقية لقد فهم مفكرين الغرب أن هذه المنطقة أي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أقوى الشعوب في العالم رغم صراع الشرق والغرب عليها منذ أكثر من 3000 سنة ما زالت تحافظ على وجودها فما سر هذا الذي يجعل هذه المنطقة محصنة من الاستعمار رغم أنها استعمرت عشرات المرات ولكن دائما كانت تخرج قوية صحيح أن عبر التاريخ لم تحكم ذاتها بذاتها إلا في فترات قصيرة ومتفرقة وإنما أغلب وجودها هي تحت سيطرة غربية أو شرقية وعندما تفطن الغرب إلى الانحطاط الذي يعيش فيه وجد أن هذه المنطقة هي في يد الشرق ولهذا قرر أن يفتكها منه ويقضي على الشرق كليا إذن الغرب والشرق كانوا فاهمين أهمية هذه المنطقة ولكن مع الأسف شعوب وسكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يعرفوش قيمة منطقتهم فعبر التاريخ كانوا يرميوا رواحهم في أحضان الشرق لمواجهة الغرب أو لأحضان الغرب لمواجهة الشرق أي هما كانوا مع الواقف اللي يواقف هما معاه واللي منهزم هما ضده كانوا مع الإمبراطورية العثمانية عندما كان الغرب منحط والآن عندما الغرب وقف على رجليه واللاو يرميوا في رواحهم في أحضان الغرب والغريب في الأمر أنهم هما بحد ذاتهم منقسمين هناك من هو يمين للشرق وهناك من هو يمين للغرب يعني هما عبارة على بيادق في يد الشرق والغرب يتعاركوا مع بعضهم واللي يغلب على الآخر هو يسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذه الفكرة فاهمها مليح الغرب وفهمها ودرسها ولكن نحن مع الأسف مفهمنا هاش ومفهمناش اللي استقلالنا وحكمنا لذواتنا سوف يحقق لنا العزة والكرامة والاستقلالية الحقيقية والحضارة هذه في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية سوف ننهي كليا هذا الصراع الشرقي الغربي أي سوف نقدم للإنسانية توازنا يحكم كل العالم لأنه معناش حتى مطامة في استعمار الآخر مثل الغرب والشرق أي استقلالنا وعدم الدخول في الصراعات الشرقية الغربية يزيش بشي يعطينا قيمتنا وهميتنا كشعوب وسطة كشعوب موجودة في قلب العالم هذا من جهة ومن جهة أخرى سوف نقدم خدمة كبيرة للإنسانية بشي نفهم الشرق والغرب أنهم يلتزموا حدودهم وأنهم ما عادش يطرح رواحهم أو سياة على العالم وهكاكا نحل هذه الصراعات الطويلة التي دامت آلاف السنين وتعيش الإنسانية في سلام إنهاء الصراعات البشرية هي مهمة الإنسان الحالي وفي المستقبل والذي يمكن أن ينهي هذه الصراعات هم سكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وقت هيفهم وشعوبهم وحكوماتهم ومفكريهم ومثقفيهم إن استقلالنا هو أمر جدا مهم من أجل نحدث التوازن في العالم وإن الولاء للشرق أو للغرب والعمال له ووضع يدينا في يديه من أجل محاربة الآخر هذا مضر لنا في الدرجة الأولى ومضر للإنسانية بصفة عامة هذاك علاش؟ أنا ديما أركز على الانتماء إلى شعوبنا وإنما نتعاملش مع أي جهة من الجهات الأخرى مهما كانت لأنها كلها تفكر في مصالحها لازمنا أحنا أيضا نفكر في مصالحنا وهذا التفكير في مصلحتنا سوف يحدث توازن في العالم كان من نلقاوش الخير في بعضنا تحب الأجنبي يلقى فينا الخير راهوا الأجنبي مهما كان عمروا ما يثق فينا ما هو إلا مستعملنا من أجل أهدافه ويكفي لكم اليوم أن تلقونا نظرة على شمال إفريقيا والشرق الأوسط باش تفهموا أن كل الأحزاب والحكومات والجمعيات اللي تخدم في هذه المناطق يأما عندها ولا للغرب يأما للشرق وهكاك تفهموا الوضع اللي احنا فيه توا أي شعب أو أي منطقة تحب تنهض لازم تعرف نقطة ضعفها مناش جايها التخلف وعلاش هي ما هيش متقدمة هذه مسألة جدا مهمة وإحنا أهم نقطة بالنسبة لشعوبنا هي عدم الوطنية وعدم الانتماء للأرض متاعنا ونبحث دائما على حلول من خارج المناطق متاعنا هذه هي أهم نقطة اللي تخلينا دول متخلفة حتى أن في الدراسات العالمية تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أكثر الدول التي فيها الخيانة أو البحث على الحلول من الخارج والتعامل مع جهات أجنبية الوطنية يمكن أن نقول شبه مفقودة إلا للبعض اللي مع الأسف أصواتهم متوصلش لأنهم يرفضون أن يضعون أيديهم في أيدي جهات أجنبية ويفكرون في أوطانهم قديش من واحد وطني ومخلص للوطن متاعه عاش ومات ومسمع بيحد لأن مع الأسف شعوبنا جاهلة بيسر حاجات وتبحث على حلول سريعة وما تحاولش تبحث على حلول من الداخل تكون دائمة تجعل منها دول مستقلة وذات كيان وكرامة لهذا تجدني أركز على مسألة الخيانة والتعامل مع جهات أجنبية لأن هذه النقطة هي من أهم أسباب سراعاتنا وتخلفنا وعلى كل حال هذا الموضوع سوف أخصص له فيديو خاصة لكي أوضح الفكرة بكل يوضوح وخطورة الخيانة والتعامل مع جهات أجنبية مهما كانت أو استيراد الحلول الجاهزة إلى مناطقنا والدعوة إليها خلينا نعود للغرب وكيفيش خرج من التخلف والانحطاط عندما فكر مثقفيه ومفكريه بحلول من داخل أوطانه وبحث ودرس الشعوب الأخرى واستفاد من تجاربها وأخذ علمها وثقافتها ومعرفتها وجعلها تتناسب مع ذاته إذن هو أخذ القواعد هناك ما يسمى القواعد الأساسية التي يمكن أي حضارة أو أي تجمع إنساني أن يأخذ بها ثم يقوم بإخضاعها لتاريخه وطبيعته الغرب لم يأخذ حلول مستوردة من بقية العالم وإنما أخذ القواعد امتاحها الأساسية وهذا ما سوف نعرفه هنا ما هي القواعد الأساسية للنهوض الدارس للتاريخ وللفكر الإنساني وللتركيبة الإنسانية سوف يعلم إن أي حضارة أو تجمع بشري أو دولة لا يمكن أن تقوم إلا على خمسة محاور أساسية هذه المحاور يعلمها كل مفكر وكل باحث وكل مؤرخ وبهذه المحاور الخمسة يمكن أن تبني حضارة أو تبني دولة ويمكن أن تدمر حضارة وأن تدمر دولة هذه الخمسة المبادئ الأساسية هي أساس كل نهوض أو كل دمار لتجمع إنساني أو حضارة أو دولة ما هي هذه المحاور الخمسة المحور الأول نطلق عليه المحور النفسي الذي يمثل الفرد الذي هو العنصر الأساسي لتركيبة المجتمع المجتمع في حد ذاته ليس له أي وجود فعلي وإنما وجود صوري لأن المجتمع متكون من أفراد الذي يكونون أسر والأسر تكون قبائل أو عائلات كبيرة ثم يتكون المجتمع المحور الثاني الذي هو مهم هو المحور الاجتماعي وهي العلاقات التي تنظم الأفراد وتنظم التكتلات وتنظم الأسر والعائلات وتربط من بينهم علاقة معينة التي تجعلهم مميزين عن غيرهم إذن هذا المحور هو يأتي المحور الثاني ثم المحور الثالث هو المحور السياسي وهي الذي تقوم عليه الدولة والتي تبنى على مصلحة الفرد والتي تحافظ على الأسس الاجتماعية ثم المحور الرابع هو المحور الاقتصادي وهو الذي يحقق الرفاهية والعيش الكريم والكرامة للفرد وللمجتمع أما المحور الخامس هو المحور الأمني وهو الذي يحمي الفرد ويحمي المجتمع بدون معرفة هذه المحاور الخامسة لا يمكن أن نبني حضارة أو دولة هذا أمر مسلم بالنسبة لكل إنسان باحث في التاريخ وفي العلوم الإنسانية والفكرية إذن أحنا بش نعرف أن هذه الحقيقة ليس ملك الغرب وإنما معروفة منذ آلاف السنين عند البشر والغرب فهم أنه يجب أن يصلح هذه المحاور الخامسة ويجب أن يحارب عدوه بددمير هذه المحاور الخامسة هذه المحاور الخامسة يعرفها الإنسان منذ قديم الزمان بل هي تعتبر فكرة غنوصية تتمثل في الإصبع الخامسة متع اليد أو تتمثل في الأطراف الخامسة متع الإنسان التي هي الرأس واليدين والرجلين طبعا هذه المحاور الخامسة يعرفها أصحاب الاختصاص وما يسمى الخاصة وخاصة الخاصة أما عامة الناس ما يفهموش هذه المحاور الخامسة وما يعرفوش أصلا بوجودها ولهذا أنا معنتها نتكلم عليها بش كل إنسان يعرف هذه المحاور الخامسة الذي لا يمكن أن يكون إصلاح إلا في إصلاحها هي بالذات فالطبقة المثقفة والمفكرة وأصحاب القرار وأصحاب السياسة وأصحاب المال في الغرب عرفوا إن إصلاح هذه المحاور الخامسة هو الذي سوف ينهض بأوروبا لكي تصبح قوة عالمية وفي نفس الوقت علم إن تدمير هذه المحاور الخامسة في عدوه هي التي سوف تقضي عليه وهذه طبعا ملخص القصة التي ذكرتها في الفيديو السابق خلينا نبدأ بالمحور بالمحور بدون الدخول في التفاصيل متع كل المحور وندرس حالة أوروبا وقت الانحطاط وكيف تم إصلاح هذا الانحطاط وتحويله إلى قوة ثم ننظر لما يسمى بالعالم الإسلامي وكيف كانت حالة هذه المحاور الخمسة في عهد الإمبراطورية العثمانية نبدأ بالمحور النفسي أو الفرد بعد الحروب الصليبية وفشل المسيحية أو الإيمان المسيحي في القضاء على الإيمان الإسلامي وقع نوع من الإحباط النفسي للفرد في أوروبا ولم يعد يثق في نفسه أمام قوة الإيمان الإسلامي وهي قوة الجيوش الإسلامية التي غزت أكثر من نصف أوروبا تحت حكم الإمبراطورية العثمانية التي كادت تقضي كليا على أوروبا إلى درجة أن الخبازة اللي يصنعوا الخبز صنعوا ما يطلق عليها الكرواسون الذي كان على شكل هلال لكي يوعون الناس بالخطر العثماني وفي نفس الوقت لكي يقولون للأوروبيين لم يبقى من أوروبا إلا الهلال هذا الانهزام النفسي والفكري للشعوب الأوروبية جعل سلطة الكنيسة أقوى وأقوى في المجتمع الأوروبي لكي يهربون من الهزيمة التي وصلوا إليها نفسيا فالحرب كما نعرف والهزيمة هي قبل كل شي نفسية عندما الشعب يكون منهزم نفسيا من جمش إنوض الوضع النفسي الذي كانت تعيشه أوروبا قبل خمسة قرون هو نفس الوضع النفسي الذي تعيشه شعوبنا اليوم وهنا يأتي دور الطبقة المثقفة والمتنورة لكي يعيدون الثقة إلى الشعب طبعا سوف يكون هناك من المثقفين الذي يبثون السلبية أو يمجدون الأجنب القوي وهناك من سوف يستسلمون ولكن هناك طبقة من المثقفين وطنيون مخلصون لشعوبهم سوف يكون لهم مصداقية وسوف يعيدون الثقة للشعب رغم الهزائم المتكررة في شرق أوروبا ودخول كثير في الدين الإسلامي حيث وصل الإسلام إلى ألبانيا فإن سقوط غرناطة في آخر القرن الخامس عشر في يد الأوروبيين واستعادتها بعد قرون من الاستعمار الإسلامي هو الحدث الذي أعاد نوعا ما الثقة للطبقة المثقفة المخلصة والوفية لشعوبها وبدأت تتكون لوبيات وحركات تنميرية تنتشر في كل أوروبا لكي تعيد للفرد قيمته كفرد وبدأت تحارب فيما يسمى الأمة المسيحية أو سلطة الكنيسة وانطلقت عملية الإصلاح في المؤسسة المسيحية وإضعاف سلطة الكنيسة وفي نفس الوقت إعطاء قيمة أكثر للفرد لكي يبدع ولكي ينتج هذه الطبقة المثقفة بعد دراستها للحضارات القديمة ودرست طبيعة الشعوب الأوروبية في أوجها اكتشفوا إن الحرية الفكرية والفردية هي أساس كل تقدم ولهذا انطلقوا من هذه النقطة هي تحرير الفرد من سلطة المجتمع ومن سلطة الكنيسة وسلطة الدين حيث شجعوا على ما يسمى بالإيمان الفردي هذه الحقيقة ليس ملك أوروبا وليس أوروبا من اكتشفت هذه الحقيقة بل لو درسنا كل الحضارات التي قامت نجد إن في هذه الحضارات كانت هناك حرية فكرية وحرية إبداعية وسقوط الأندلس وحصولهم على التراث الذي كان موجود في الأندلس حيث إن نعرف إن أكثر مناطق ظهر فيهم التطور في العالم الإسلامي هو في بغداد وقت العصر الذهبي قبل انتصار ما يسمى بالسلفية الدينية وفي إسبانيا حيث كانت هناك حرية وعندما انتهت هذه الحرية وقعت سقوط ومن هنا فهموا إن الحرية الفكرية والإبداعية للفرد هي أساس كل شيء عندما نقول فرد نقول فكر والفكر يجب أن يكون حرا بينما كانت في أوروبا تنتشر ما يسمى بالحرية الفكرية والإبداعية الوضع في ما يسمى العالم الإسلامي كان عكس ذلك وهكذا بدأت الثيقة تعود للشعوب الأوروبية وفي نفس الوقت الثقة تضعف في الشعوب الإسلامية إذن القاعدة الأساسية لكل شعب يريد أن ينهض هو الحرية الفكرية والإبداعية للفرد الفرد هو المكون الأساسي للمجتمع وسعادة الفرد هي التي تحقق سعادة المجتمع إذن الفرد هو المقدس الوحيد وهو المسؤول الأول عن نفسه ليس مسؤول عليه لا سلطة دينية ولا سلطة سياسية هذه القاعدة الذهبية الأساسية هي التي جعلت عبر التاريخ تقدم كثير من الشعوب وهي التي جعلت تدمير الشعوب وانحدارها إلى التخلف في بداية التاريخ الإنساني كانت المجموعة أهم من الفرد وكلما يقع إعطاء قيمة للفرد تقوى المجموعة ولكن سرعان ما المجموعة تغلب على حرية الفرد فتنحذر المجموعة وتضمحل رأينا ذلك في كل التاريخ الإنساني كل ما هناك فترة نور هناك حرية وأهمية للفرد وهذه الحقيقة الأساسية انتبهت إليها الطبقة المثقفة الغربية واتخذتها قاعدة أساسية يجب أن تصل إليها وأن تسير عليها دائما أهمية الفرد وحرية الفرد الفكرية والإبداعية هذه القاعدة اتخذها الغرب كمبدأ أساسي لبناء حضارته ولكن عندما انطلقوا في تحقيق ذلك وجدوا معارضة كبيرة من السلطة الدينية المسيحية وخاصة من الكنيسة ورجال الدين الذي يقف وراءهم رجال السياسة ورجال الأموال فقام بعض المثقفين الشجعان في تحدي سلطة الكنيسة وبث هذه الأفكار التنويرية ودعوا الناس إلى الاعتماد على أنفسهم وإعطاء أهمية للفرد وعرض كثير من المثقفين والمتنويرين أنفسهم للخطر وللتعذيب وللقتل ولكن الفكرة بدأت تنتشر في كل أوروبا من أجل أن كل واحد يكون رب نفسه ومع انتشار هذه الفكرة بدأت تظهر الإبداعات والإنجازات والاختراعات والاكتشافات والطيارات الفكرية الفلسفية وحتى الدينية حيث كل هذه الطيارات والتجمعات أضعفت الكنيسة ولم يعد لها أي قيمة وتم إبعادها كليا عن الساحة الاجتماعية والساحة السياسية ومن هنا كان التحول الكبير في أوروبا نحو الازدهار وطبعا كما قلت في الفيديو السابق أن الذي ساعد على تطور هذه الأفكار وانتشارها هي الطباعة هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية أن أوروبا رغم أنها كانت تعيش التخلف لم تكن عليها وصاية خارجية أي أن هناك استقلالية ذاتية في المناطق الذي لا تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية قليل جدا من المثققين والواعين في أوروبا من يمجد الإمبراطورية العثمانية أو يمجد الإسلام حتى أن بعضهم الذي قام بذلك وبعض المستشرقين وبعض ضعفاء الأنفس الذي مجد الإسلام والذي مجد الإمبراطورية العثمانية اليوم لم يعد لهم أي قيمة وأقوالهم نجدها اليوم يروج لها بعض المسلمين لكي يستدلون على أهمية الإسلام وهمية الخلافة الإسلامية فكرة الفردية هي أهم قاعدة قام عليها الغرب ضد فكرة الأمة أو الإمبراطورية التي كانت سائدة من قبل هذه الفكرة التي جعلت الفرد يتقدم وينطلق نحو الحضارة والإنسانية هذه الفكرة هي التي جعلت الغرب يتقدم وينطلق نحو الحضارة والإنسانية والرقي التي تحترم الإنسان كفرد هذه الفكرة لا نجدها في الإمبراطورية العثمانية حيث فكرة الأمة هي سائدة وإلى اليوم هذه الفكرة ليس منتشرة في مجتمعاتنا وهي أحد أسباب تخلفنا مع الأسر الطبقة المثقفة أو الواعية عن علم أو عن جهل لا تدعو إلى الفردية بل ما زالت إلى اليوم تدعو إلى الأمة الإسلامية وإلى الأمة العربية وإلى الأمة العرقية وإلى التحزب الإجيولوجي مدام الطبقة المثقفة لا تعمل على توعية شعوبنا بالفردية وتعلمهم أنهم هم الأهم كفرد وأن كل إنسان يجب أن يهتم بنفسه سوف لا نتقدم خطوة المشكلة نحن اليوم عندنا تحديات كبيرة عندنا السلطة الدينية والسلطة السياسية وجهات أجنبية تمنع الفرد أن يكون حر وأن يبدع وأن ينتج ولكن عندنا حاجة أخرى أهم وهي الأنترنت حيث الغرب قبل كانت عنده اطباعة بينما نحن اليوم عندنا أنترنت التي يمكن أن تصل هذه الفكرة إلى أكثر ناس ممكن ولهذا أدعو الطبقة المثقفة والطبقة الإنسانية والطبقة الواعية أن تركز على هذه النقطة وأن تعلم شعوبنا فكرة الفردية على أساس أن حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه وهنا عندما نقول رب لا أقصد الخالق وإنما المسير والمسؤول هذه نقطة جدا مهمة يجب كل المثقف وكل واعي أن ينشرها وأن نوصل الفكرة أن كل واحد يهتم بنفسه ما عادش يتدخل في حياة الآخرين ما يهمكش لآخر شنو يلبس ما يهمكش لآخر شنو يأكل ما يهمكش لآخر شنو يعمل تلهاب روحك وبرك روحك نفسك نفسك فقط ما يهمكش في الآخرين هذه كأمور ما تخصكش لو فهمت شعوبنا هذه الفكرة صدقوني سوف تكون أول تحول نحو التطور والحضارة الإنسانية إذن هذه الفكرة الأولى طبعا وهذه الفكرة لا يمكن أن تصبح واقع حتى يطبقها التنميريين والمثقفين الواعين ويبتعدون عن العصبية والتحذب ويعطون الحرية ويقبلون الرأي المخالف ولا يحصر أنفسهم في تفكير ضيق أنت معي أو ضدي وأن لا يحولون متابعيهم إلى قطيع مثل ما يفعل رجال الدين بل يعطون الحرية ويحثون على التفكير ويشجعون على إبداء الرأي وعلى السؤال وإعادة الثقة في المواطن في الإنسان العادي وأن لا يهينه ولا يذله بينما يسمعه ويحاول أن يفهمه وأن يرجع له الثقة في نفسه وأن يعطيه قيمة يجب التنويريين والمثقفين والواعين أن يكونوا مثل للمجتمعات متاعنا بالتسامح وعدم العصبية وبالتحاور والنقاش وبالهدوء وعدم الغضب وعدم استعمال السب والإيهانة والإذلال للآخرين لكي تعود الثقة في أنفسهم وخاصة في تعامل التنويريين مع بعضهم يجب أن يكون في المستوى المطلوب يجب أن يعلم التنويري أنه يمثل شريحة من المجتمع ليس مطلوب منها أن يمثل الجميع بل يجب أن يكون مسؤول إلا على أفكاره هو فقط والأشخاص الذين يتبنون أفكاره يكونون مقتنعين بأفكاره وتكون هذه الأفكار تمثهم أين العيب أن يكون عندنا تنوع في الأفكار وتنوع في الأطرحات مهما كانت سوى كانت دينية أو لا دينية لا تحصروا أنفسكم في الإلحاد فقط أو في اللادينية فقط تكلم مع المسلم الإنساني مع المسيح الإنساني مع اليهود الإنساني هذا هو التنوع وخاصة وأهم نقطة أن التنويريين يجب أن يلتقون مع بعضهم ويتحاورون ويتناظرون ولا يمسك كل واحد منهم صومعته ويتقوق عن نفسه وعلى الأشخاص الذين يتبعونه يجب المجتمع أن يتطلع على كل الأفكار الموجودة وعلى كل الأطرحات وأن يشاهد وأن يقرر ما هي الأفكار الذي تناسبه وما هي الأفكار التي لا تناسبه إذن يجب ترح الأفكار للمجتمع وهذا ما فعل الغرب عندما ظهرت التباعة وانتشر الفكر التنويري في أوروبا حيث كل إنسان إخذى طريقة كل إنسان تبع الحاجة لتساعده هو وليتناسبه هو هذه هي النقطة المهمة جداً لا يجب أن يفهمها المتنويرين لا يجب أن يفرض ذكرته عليهم لأنه في هذه الحالة لم يغير شيء لا يمكن أن تجبر مسلم أن يخرج من الإسلام ولا أن تجبر إنسان أن يغادر ما يعتقد لأنك أنت تريده أن يخرج وإلا سوف تحقره وتنظر إليه نظرة دونية هذا الخطأ الكبير الذي لا يجب أن نقع فيه لأننا سوف نتحول مثل الأديان التي تكفر الآخر وتعتبر الآخر في ظلال أنت مسؤول مطلوب منك أن تعبر على أفكارك والآخرين لهم كامل الحرية أن يتبعوك أو يتبعوك في بعض الأفكار أو يتبعوا آخرين أو يبعضوا يأخذوا من هنا وهنا وهكذا يحدث التنوع والاختلاف وهكذا يحدث التطور مع هذا الاختلاف يجب أن نحافظ على تعايشنا لأن الأساس هو التعايش من بيننا مهما كنت ديني أو لا ديني مش مهم المهم أنك تحترم الآخر وأنك تناقش مع الآخر وأنك تفكر مع الآخر وأنك تعطي الحرية للآخر وما تحولوش إلى قطيع يتبعك كما أن العمل ليس فقط نقد الأديان أو نقد الإسلام هناك من نقد مدة سنوات الدين الإسلامي والآن عدد الناقدين يتكاثر يوم بعد يوم وهناك كل يوما شخصا جديد يأتي لكي ينقد الإسلام لهذا من نقد الإسلام وانتهى من نقد الإسلام يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي طرح فكر جديد بديل عن الفكر الإسلامي المتعصب والغير إنساني يجب أن تظهر طيارات فكرية إسلامية وغير إسلامية وربوبية وإلحادية وهذا ما حدث في الغرب في الغرب ظهرت عشرات بل مئات الطيارات وكل إنسان تبنى طيار الذي يساعده وكانت النقاشات بين هذه الطيارات وكان الإنتاج الفكر الجديد بهذا تطورت أوروبا وبهذا تقدمت أوروبا ليس بالتقوقع والتعصب وليس بالخروج من قطيع لدخول إلى قطيع آخر ليس لخروج من قطيع المسيحية للدخول إلى قطيع الإلحاد هذا لم ينجح وأوروبا لكم مثل يعني هناك طيار إلحادي في الأول وكان قوي ولكن بعد فهم الغرب إنه ليس بهذا سوف يتقدم بل يجب أن يكون هناك تنوع وبدأت المناظرات بين الأشخاص التنويريين وهذا ساعد على انتشار الوعي والأفكار الجديدة وهكذا الفرد أصبح أكثر واعي واعي في اختيار أفكاره مهما كانت غير مجبر أن يتبع فلان أو فلان بل يمكن أن يبني نفسه من عدة أشخاص وهذا هو المطلوب الحرية بأتم معنى الكلمة الحرية في الأفكار وفي المبادئ الحرية في الإبداع الحرية في قول الكلمة الحرية في كل إنجاز هذه الحرية هي مبدأ إنساني ليس مبدأ خاص بالغرب الغرب حققها على أرضه حققها في مجتمعه أحنا يجب أن نحقق هذه الحرية في المجتمعات متاعنا لا يمكن أن نحقق هذه الحرية والتنويريين يقولون يجب على كل المسلمين أن يخرجوا من الإسلام أو يقول لك لازمنا أن نقضي على الأديان كليا وليس بسبب الآخرين وليس بإهانة الآخرين وليس بالتحذب الإيجولوجي مهما كان الحل في الحرية ليس الحل في التعصب مهما كان سواء كان ديني أو لا ديني يجب أن يكون عدونا الوحيد هو المتعصب عدونا الوحيد من هو ضد الحرية عدونا الوحيد من يريد أن يقضي على الآخر عدونا الوحيد الذي لا يقبل الرأي المخالف عدونا الوحيد هو الذي يهين الآخرين ويذل الآخرين بكلمات جارحة هذا هو عدونا الوحيد سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي أو لا ديني أو ربوبي هذا هو عدونا الوحيد أظن أن الفكرة واضحة هو الحوار من بيننا وترح الأفكار الجديدة هذه نقطة ياسر مهمة تقوم على الحرية الفكرية مهما كانت وليس لها حدود لأن هذا الطريق الوحيد الذي سوف يجعل شعوبنا تتطور المهم يعني الآن وصلنا تقريبا إلى آخر الفيديو لأن لا يمكن أن أتيل الفيديو أكثر من هذا الحد وإنما أرد أن أقول هنا أن الحرية والنقاشات هي أهم شيء ولهذا أدعو جميع التنويريين أن يقومون بمناظرات من بينهم ونقاشات من بينهم وأختنم الفرصة هنا في هذه الفيديو يعني بش نقول إن من يؤمن بالحرية والتنوع هو الذي سوف ينقذ شعوبنا من التخلف والتعصب وفي الحقيقة رأيت مبادرات هذا التنوع خاصة مع الفقيد جون برو الذي كان متفتح للجميع ويستقبل الجميع ومع القناة متعسال جسور ومع قناة أخرى اسمها بلا قيود التي هي أيضا أعطات الحرية للجميع أن يتكلم وأكيد هناك قنوات أخرى فيها النوع من التنوع وفيها الانفتاح ولكن يجب أن يكون التنوع أكثر ويجب المتنويرين أن يلتقون في نقاشات ومناظرات ونطرح لشعوبنا أفكار جديدة ونطرح لهم الحرية الكلية لكي يختاروا الطريق الذي يرواه أنسب لهم لأن المجتمعات أو المجتمع أو الفرد كل واحد عنده مطالب خاصة هناك من يريد إسلام إنساني هناك من يريد ربوبية هناك من يريد إلحاد أحنا لازمنا نطرح لهم كل الأفكار الموجودة على الساحة كل الأفكار ونأتي بأفكار جديدة ونترك لهم الخيار ونتكلموا على بعضنا ونشجعوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا كما قلت لكم هذا هو الحل الوحيد الذي أمامنا وكما شفتوا راهي الدنيا فيها مود وأهم شيء شنوبش نقدم للأجيال القادمة أظن أني الفكرة وصلت وشكرا على التشجيع وشكرا على المتابعة ومعا فيديو قادم نكمل نتكلم على المحاور الأربعة الأخرى وشكرا وبسلامة اشتركوا في القناة